بين بلال فضل وعصم تليمة حول سيد قضب طبعا بلال فضل كان عامل حلقة كده من يومين ولا حاجة عن هل سيد قضب ارهابي وفي عنوان الفيديو الحقيقة او اي بو اي كان يعني طبعا زي ما قال الشيخ عصم تليمة بعتوله طبعا الاخوان وازاي وانده الفضل وسيد قضب بقى والانتفاض للدفاع عن سيد قضب فطلع عصام تليمة بيرد على برهاب فضل حول سيد قبل مدافعا عنه أو منواءا عنه وبصراحة بشكل أو بآخر يعني كلم عصام تليمة يعني تقدر تتكلم يعني تتحول معايا يعني كلام فيه درجة من درجات التعقل يعني مش كلام مطلق ولا الحاجات اللي هم بيروها دايما بفعل عن سيد قبل فحنتعرض لموضوع وفضل موضوع حلقتنا نهارض السادة المشاهدين أهلا بكم زي ما قلت في مقدمة الفيديو انه هو بلا الفضل استعرض عدد من الكتابات وبعض النصوص لسيد قد طبعا فيه كتاب حلم النمم وفيه كتاب شريف يونس وتعرض لحياته في المجون قبل الدخول في الإسلام السياسي وما شابه ذلك ويتكلم عن أفكار وعن إعدام ويتكلم عن حاجة كتير جدا تخص إيه سيد قد في حلقة مطولة فزي ما قلت لها السادة الشيخ عسامة الإيمان هم بقعتوا له الفيديو واللينك ولازم ترد على بلا الفضل فهو اعتمد في رده على شوية منطلقات ممكن إيه نشتبك ونتحول معها أول حاجة هو انطلق من كلام إن بلا الفضل مراحش لمراجع ولكن راح للوسطاء والوسطاء ضمن متحيزين يقصد بها حلم النمم وشريف يونس وتعرض لمصطلحات الإرهاب أو الجاهلية أو التكفير وقال إن الإرهاب كان مذكور في القرآن على نحو إيجابي مش نحو سلبي وقال لك وقال لك وقال لك مش مبرر إن المصطلحات إيه معناها بيتغير لأنه طبعا دايما كان وجده قديم أنا فاكر يعني خطواته الشهيرة ولم يقول لك حد يقول لك أنت إرهاب يقول له آه إن إرهاب ده قرآني بيقول لي خليك إرهاب استنادنا طبعا إلى ناصل قرآني وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومرضات الخيل ترهيبون به عدو الله وعدواكم وطبعا هم محطين الشعار بتاعهم وإيه وأعدوا فكان بيدافع عن مصطلح الإرهابي وقوله إن هو شيء جميل وإن إحنا إيه وإن كان طبعا موضوع أعداء الله وموضوع يعني ربما يكون عليه خلاف من هم بالزبط على أعداء الله اللي إنت حت إيه حتتعد لهم القوة لترهيبهم يعني كل هذا الكلام اللي هم إيه حاول يدافع عن مصطلح ولكن قال طبعا أن المصطلحات الخرآنية ومصطلحات القديمة وممكن تتغير معناها وضرب سلبية كلمة عصابة إن هو في أحد المرويات إن إيه إن لو قتلت هذه العصابة يقصد يعني الصحابة اللي حواليه فلن تعبت بعد اليوم يعني بناشد ربنا أنه ينصره حاجات زي كده فالمصطلحة عصابة اللي تقال دلوقتي حيتقال بمعنى سلبي هو كان بمعنى عصبة زمان أو بمعنى إيه بمعنى إيجابي ولكن هو قال برضو وصمت ليه ما إنه هو ما وردشي قال كلمة الجاهلية طبعا وعلى أخلاف وهل جاهلية الزمان ولا جاهلية المعتقد ولا جاهلية السلوك لأنك من يوم فيك جاهلية يعني السلوك من سلوكات الجاهلية قالت في أحد المواضع أو بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم لما حصل خناء بين مولى عمر بن القطاب وأحد الأنصار القصة الشهيرة بتاعت بني المصطلق يعني أو الغاز والتعبين المصطلق لما حصل خناء على المير أو ثقاية الماء يعني فقال إن المصطلح الجاهلية مصطلح مختلف عليه وهن مش معنى الكفر ولكن هو اللي رفت نظري إنه قال هاتلي نص بيقول سيد قرب عليه إنه هو بيأمر بالقتل أو بيكفر بشكل صريح النهاردة ما أقوله الله إنه كان حاولي عصابة نستكفرني لإني خلاص سياق المصطلح بأله سياق آخر كلمة إرهاب العرض بتتاهم بها ستقب لم يتم تعريفه إلى الآن لا من حضرتك ولا من الوسطق المصطلح فما تعريف الإرهاب عندك ده أمر مهم يعني رب نفتعليك بتعريف المصطلح فنرتاح ونعرف وليس من باب السخرية بإنكا من تعريفك أولا لا إنما عايز أقول النهاردة سيد قب إرهابي ما تعريف الإرهاب ما الإرهاب ما هو زي منه العنف ما هو العنف إحنا نتاهل جماعة وإرهاب إياه جماعة عنيفة ما معنى العنف الأصل إن العنف فيما أفهم دينا هو استخدام القوة في غير ما شريعت له من مصر رب الناصر عن تنظيم سيد قب تحل 65 اللي هو الشيء كل يوم تشيلاله في حكاية الإرهاب والعنف وإن ده كانت يعني فيها جزء كبير مفتعل من يعني شمس بدران وصلاحة صجير وإكلام ده مكتوب مدون ورجع للجزء التاسع من كتاب التريب تاع عبد يعني أحمد شهل هل سيد قب بيكفر مسألة يعني لسه في موضع نقاش هلنائش لسه تلاتة هل التكفير اللي بيكفر من لوازم التكفير بالعنف أنا يعني أتمنى إنك تخرج تخرج لنا نصا واضحا لا لابسة فيه سيد قب بيدعو بيدعو لقتل بيأمر بقتل بيجيز قتل بيبيع قتل وبيحاول يدفع عن سيد قب صفة التكفير أو القتل أول حاجة وإنه هو زي ما قلنا إنه هو استند إلى الوسطاء ما استندش لكلام المفكر النقص وإن كان قال لك طبعا المفروض أنت إيه تقرأ كتب المفكر كله كتب المفكر كله إيه سيد قب عامل ست أجزاء لزرار القرآن بيكامل تفسير القرآن كله مين هي لتفسير القرآن كله يعني ولا أي حد من الإخوان قرأ لتفسير كله ومفكزين على بعض الصور اللي تهمهم الأنفال والطوبة وحاجات زي كده بيترسوها في قاعتهم وقال إن الإخوان طبعا مش مع التكفير وإنه هو انتقدوا سيد قب وإحتاج بكتاب دعاء لقضاء طبعا دعاء لقضاء أول حاجة فيه كلام كتير جدا من سلطة في وقت علامه وغيره إنه هم مش هما الإخوان المتابين وإنه هو أظن الأحمد يأبو النور أو حد من الأوقاف وهم بعتلوه خلوا مقنونه هضيبي بعته يبعته الهضيبي يعني بحيث يردوا على أفكار شكر مصطفى لقد طلعت لها التكفير والإيه والهجرة فطبعا لم يضبط الإخوان متلبسين بتوزيعته على قضاء ما ضبطوش متلبسين بتوزيعته على القضاء ولا تدرس عمره في مناهج الإخوان إنما اللي تدرس إيه أو الانطبع وتوزع في السبعينات إيه رسالة الإيمان بتاعت شكر مصطفى اللي كان بتتكلم عن الجهاد والدولة الإسلامية وتكفير من لم يحكم بشرع ربنا وأن الحكومات كافرة وأنه 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 الدوقات عدم مش عارف 76 أو 77 طبعا شكر مصطفى من أجناء سيد قض هو من تنظيم 65 اللي هو عمل بعد كده ماليسامة جماعة المسلمين والأطلق على جماعة التكفير والهجرة وخطف الشيخ الدهبي اللي هو كان وزير الأوقاف سابق أو حالي في هذا التوقيت ودربوا صوتة فعينية يعني هم خدوه وطلبوا من دولة شرعات مطالب غريبة كده من ضمنها اللي فاجئة عن المعتقلين وتطبيق شرع ربنا طلبوا شرعات مطالب خاصة بيهم يعني ومعتقلينهم وفدية وأنهما يدون مكان يعني يعني يعملوا في دولة أو ما شبه هذلك هو كان يسمى جماعة المسلمين وكان بيكفر كل الخارج عن جماعة ده شكر مصطفى اللي هو تلميس سيد ايه قض وكل الجماعات كده بعد كده خرجت من عبال سيد قض اللي هو بقى التكفير والهجرة التوقف والتبين جماعة المسلمين مش عارف الشوقيون القضبيون كل دول طرعوا من تحتها في قصة القض فعن سيد قض بل كمتأثر بأبو الأعلى مودود أبو الأعلى مودود لليه سياق مختلف واناكنا باتكلم بشكل عام عن موضوع سيد قض والنقطة التانية نوقع رئيس تنظيم قولا واحدا هي كانت زينب الغزادي مسك التنظيم في الظل الاخوان مشتتين وبر السجون وبر مصر والدنيا والحكاية والرواية وكان فيه بقية تنظيم كان بتديره زينب الغزادي وما صدقت عرضت على سيد قض ان هو يمسك التنظيم فمسك التنظيم اللي هو كان بيخطط لاغتيال عبد الناصر طبعا في هذا التوقيت وقلب نظام الحكم وحاجات زي كده كانوا عايزين يسرعوا لما بدأ التنظيم بتاعهم منكشف وتقوض على بعض الناس كان عايزين يسرعوا من إجراءات الانقلاب على نظام الحكم في مصر وتفجير قطر خيرية وكان فيه هو طبعا بيقول ما تستندوش لمحكمة الشعب وخليكوا كلام ايه سيد قد بنفسه بس مبدئيا اي ان كان بقى التحيات والاعدام انما في النهاية هو كان رئيس تنظيم بيسعى لقلب نظام الحكم او لاغتيال عبد الناصر اي ان كان التفاصيل اللي هو بيقول ما تستندش لمحكمة الشعب او للايه لهذا الكلام انما نرجع لسيد قد بنفسه اهو زلال القرآن زلال القرآن وهم دايما بنايجي الاخوان مركزين في المستوى يعني التاني مش المستوى العاملين يعني منتسبين ان هم يدرسوا الانفال والتوبة مقدمة صورة الانفال في زلال القرآن نشوف سيد قد بنفسه بيقول ايه تاني زلال القرآن الجزء التالت سورة الانفال المقدمة بتاع سورة الانفال عشان نشوف كلام سيد قد بنفسه مش كلام لووسطها بيقول بقى إيه إن فيه سمات لمنهج الحركي قالك من هذا التلخيص الجيد لما راحل الجهد في الإسلام تتجلى سمات أصيلة وعميقة في المنهج الحركي لهذا الدين جديرة بالوقوف أمامها طويلا و لكننا في هذه الظلال لا نملك إلا أن نشير إليها إشارات مجملة السمة الأولى هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين فهو حركة تواجه واقعا بشريا وتواجهه بوسائل مكفأة لوجوده الواقع إنها تواجه جاهلية اعتقادية تصورية تقوم عليها أنظمة وقعية عملية تسندها سلطات زد قوة مادية إلا الحكومات يعني ومن ثم تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بما يكافئه تكلم عن دول عن سلطة لا جيش وشرطة فإنت المفروض الحركة الإسلامية تواجه هذا الواقع إيه؟ بما يكافئه إيه بقى له بما يكافئه؟ تواجهه بالدعوة والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة عليها تلك التي تحول بين جمهارة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات وتخضعهم بالقهر والتضليل وتعبدهم لغير ربهم الجليل تاني تواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة عليها نميك عن دولة عن سلطات عن جيش عن شرطة عايز تواجهه بالقوة بالقوة إيه؟ الدعوة بس؟ لا القوة والجهاد لإزالة الأنظمة إنها حركة لا تكتفي بالبيان في وجه السلطان المادي كما إنها لا تستخدم القهر المادي لضمائر الأفراد وهذه كتلك سواء في منهج هذا الدين ويتحرك الإخراج للناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحد كما سيجي السلة التانية في منهج هذا الدين هي الوقعية الحركية فهو حركة ذات مراحل كل مرحلة لها وسائل مكافأة لمقتضياتها وحاجاتها الوقعية وكل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها فهو لا يقابل وقع بالنظريات مجردة كما إنه لا يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة والذين يسوقون النصوص القرآنية للاستشاد به على منهج هذا الدين في الجهاد ولا يرعون هذه السمة فيه ولا يدركون طبيعة المراحل التي مر بها هذا المنهج طبعا كانت زينب الغزالي كانوا عايزين يعملونه محاكاة هي في كلام زينب الغزالي نفسه عايزين يعملونه محاكاة للفترة النروية اللي بقى فيه تلتاشر سنة دعوة سرية وبعد كده انتقال بها إلى الجهاد والدولة زي ما عمل الرسول عليه الصلاة والسلام في فترة مكية تلتاشر سنة وحتى عدد السنوات كان عايزين يعملوها زي الرسول وكأننا ندعو إلى اسلام من جديد المهم وعلاقة النصوص المختلفة بكل مرحلة منها الذين يصنعون هذا يخلطون خلطا شديدا ولبسون منهج هذا الدين لبسا مضلنا ويحملون من نصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد النهائية ذلك أنهم يعتبرون كل نص كما لو كان نصا نهائيا يمثل القواعد النهائية بيقول بقى لم يبقى لهم من الإسلام إلا العنوان إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع ينتقل موضوع الجهد الدفاعي ده ويحسبون أنهم يزدون إلى هذا الدين جميلا بتخليه عن منهجه وهو إزالة التوغيط كلها من الأرض جميعا اللي هي فكرة أستاذية العالم تحت حسن البن وتعبيد الناس لله وحده وإخراجوه من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد لا بقهرهم على اعتناق عقيدته ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة بعد تحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة اللي هو حرية الاعتقاد دي إمتى؟ بعد إيه؟ ما نخلي بينهم بقى إحنا اللي بنحكم بعد تحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة أو قهرها حتى تدفع الجزي وتعلن استسلامها والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريته بعد ما نحن نقوم على قيمة السلطة ومندفحهم جزية وحطة من السلطات الحاكمة بيتكلم عن العالم كله بيتكلم عن العالم إيه؟ كله بعد كما نديهم حرية الاختيار بدل الإسلام وعدم الإسلام اللي هو بقى هتدفع الجزية وحتتزلوا عن يد إنهم صغرون بقى ويكون موطي وهو اللي قاعد اللي بياخد الجزية هو اللي قاعد وإنت اللي موطي والحاجات اللي هي إيه؟ الفقه بيتكلم فيها بعد كده بقى اللي هي بعد كده بيقولك إنها إيه؟ إنها حرية اعتقاد يعني والسمة الثالثة هي أن هذه الحركة الدائبة والوسائل المتجددة لا تخرج هذا الدين عن قواعده المحددة ولا عن أهدافه المسومة من اللي رسمها؟ هم اللي رسموه فمنذ اليوم الأول سواء وهو يخاطب العشيرة الأقربين أو يخاطب قريشا أو يخاطب العرب أو يخاطب العالمين إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة ويطلب منهم الانتهاء إلى هدف واحد وإخلاص العبودين له يقول بقى السما الرابعة هي ذلك الضبط التشريع للعرقات بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات الأخرى على النحو المنحوظ في ذلك التلخيص الجيد الذي نقلناه عن زاد المعاد وقيام ذلك الضبط على أساس أن الإسلام هو الأصل العالمي الإسلام هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيئ إليه أو أن تسالمه بجملتها العالمي على البشرية كلها أن تفيئ إليه أو أن تسالمه بجملتها فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام سياسي أو قوة مادية وأن تخلي بينه وبين كل فرد يختاره أو لا يختاره بمطلق إرادته ولكن لا يقاومه ولا يحاربه فإن فعل ذلك يعني أنت هتستعمل الدول عشان يخلوا بينك ومن الأفراد وتقولوا بقى هتستعمل تدفع الجزية وقال لك بقى اللي حيقوم فإن فعل ذلك أحد كان على الإسلام أن يقاتله حتى يقتله أو حتى يعنس الإسلام العالم كله بقول لك ما تعاش لقتل كان على الإسلام أن يقاتله حتى يقتله أنا بقول لعصام تليم من كتب سيد قد من زر القرآن طبعا دي طبعة الشروق ما غير شواء الطبعة كامل كتاب قديم قوي المهم صفحة 1433 مقدمة سورة الأنفاء بيقول ألم هزمون روحيا وعقليا مما يكتبون عن الجهات في الإسلام ليدفعوا عن الإسلام هذا الاتهام يخلطون بينما نهج هذا الدين في النص على استنكار الإكرار على العقيدة وبينما نهجه في تخطيم القوى السياسية المادية التي تحول بين الناس وبينه تحطيم القوى السياسية المادية التي تحول بين الناس وبينه والتي تعبن الناس للناس وتمنعهم من العبودية لله هم طبعا مش عبودية لله وبرضو عبودية للناس بس مننا اللي هو منهم من الطلاع المؤمنة بتاعته وتمنعهم من العبودية لله وهم أمران لا علاقة بينهما ولا مجال الاتباس فيهما ومن أجل هذا التخليط وقبل ذلك من أجل تلك الهزيمة يحاولون أن يحصلوا الجهات في الإسلام بما يسمونه اليوم الحرب الدفاعية يقول المهزمون عايزنا حرب دفاعية والجهات في الإسلام أمر آخر لا علاقة له بحروب الناس اليوم ولا بواعثها ولا تكيفها إن بواعث الجهات في الإسلام ينبغي أن تلمسها في طبيعة الإسلام ذاته ودوره في هذه الأرض وأهدافه العليا التي قررها الله وذكر الله أنه أرسل من أجلها هذا الرسول بهذه الرسالة واجعله خاتم النبيين واجعلها خاتم الرسالات إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان في الأرض من العبودية للعباد ومن العبودية لهواه أيضا وهي من المعبودية للعباد وذلك بإعلان ألوهية الله وحده سبحانه وربوبيته للعالمين إن إعلان ربوبيته الله وحده للعالمين معناها؟ ها؟ ربوبيته معناها إيه بقى؟ سيد قد؟ الثورة الشاملة الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنزمتها وأوضاعها والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور أو بتعبير آخر مراضف الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيه إلى البشر ومصدر السلطات فيه هم البشر وتأليهم للبشر يجعل بعضهم لبعض أربابا من دون الله إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان الله المؤتصب ورده إلى الله رده إلى الله اللي ورده إليهم اللي هم يحكموا باسم ربنا لأنه في النهاية في ناس هتحكم وطرد المؤتصبين له الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسه فيقومون منهم مقام الأرباب ويقوم الناس منهم مقام العبيد إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقابة مملكة الله في الأرض أو بالتعبير القرآن الكريم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله إن الحكم إلا إلا الله أمر أن لا تعبده إلا إياه ذلك الدين والقيم برضو بدأ يأكد إنه فيه شرائع إلهية وإنه فيه منهج إلهي وزي ما قلنا الكلام ده كلام فارغ وإنه موضوع كله فقه في إيه؟ فقه أو قيام مملكة الله في الأرض وإزامة لمملكة البشر وانتزاع السلطان من أيدي مقتصبين من العباد ورده إلى الله وحده وسيادة الشريعة الإلهية وحدها وإلغاء القوانين البشرين وزي ما قلنا فيش حاجة مشاريع إلهية الموضوع كله فقه وعراءة فقهية إلا شوية الحدود اللي فيه خلاف أصلا على تطبيقها ونكمل فيه حلقات أخرى مع سيد قد وكتبه وكلامه نفسه مش كلام الوسطاء زينا بيقول الشيخ عصام تليمة والحوار والنقاش وتذكرة الناس بأفكار سيد قد هو كلام مهم لأن هذه الأفكار يعني هو مختلفش عن كلام حسن بنى بس هو الصياغة الأدبية بتاعت سيد قد أقوى المادة المكتوبة أكبر الكلام أكثر وضوحا التأصيل من وجهة نظره والنسبة إلى الشريعة الإلهية وما شبه ذلك أكثر وضوحا عند سيد قد ولذلك اللي جم بعد كده أصبعوا قدبيين واعتمدوا كتب سيد قد على الطريق هزى الدين غيرها من الكتب اللي ها كلها موجودة في الزرع على فكرة يعني هو برضو أي مفكر أو أي كاتب له وجهة نظر هي في النهاية يعني ما يدرش أنه هو يكون كل الكتب مختلفة عن بعضيها خصوصا يكون كتب مئة كتاب أو خمسين كتاب هتلاقي جزء من المكتوب هنا مكتوب هنا فيه يعني أنه من أنواع الانتحال مما كتبه هو وزي ما قلنا هو كان متأثر زي ما قلنا بنقول أعلى من ودودي ولكن من الأسف الشديد طبعا سيد قطبة حتقول لي أن أنت كنت مع إدامه أنا كنت أتمنى طبعا أنت بطلدت بعد أن تعدم أصلا لأنه كان فاهم يعني منسوب إليه القول اللي هو إيه كلمتنا على رأس من شموع ميتنا في أجلها ميتنا من أجلها دبت فيها الحياة هو كان مريض وكان خلاص يعني وصل لمستوى يعني من من إنجاز الفكري مشاهدة أكثر من كده فهو شايف وفاهم قوي كويس جدا زي ما قلنا كان عنده السلو كان السلو زمان مرض يعني خطير مش زي دلوقتي الدنيا يعني العلاج أكثر جدا ولكن هو كان مريض بمرض السلو كان عنده مشاكل صحية كبيرة جدا وما كانش بتجوز ويعني الحياة بالنسبة له كانت يعني مش مش ظريفة قوي وستين سنة كان وصل لستين سنة لانه كمالوليد مش عرف خمسة وربعينessed يعني كان موصل ستين سنة تقريبا أو ستة وربعين آسف ستة وعشرين ما فيه من ستة وعشرين إلى الف وتسمائة وستة الف وتسمائة وستة وتعدم ستة وستين فاحنا بنتكلم إنه هو تقريبا ايه كان وصل ستين سنة فهو عارف لما يموت من أجل هذه الكلمات سيكون مجل الجدل ومجل النقاش ويصبح سيد القطب والأسطورة والشيء تطبع وتمتشر في كل العالم لو ما كانش مال سيد القطب وقتها أصبحت هذه القضية الكبيرة ما كانش انتشر هذا المتشر لو كان خد حكم المؤبد أو حكم مدى الحياة أي أن كان ربما ما كانش هذا الأيقون سيد القطب ما كانش بقى هذه الأيقون وربما وجوده في السجن فترة طويلة كان الخلاه يغير ويعدل من إيه من أفكار يعني ده بشكل عام تعليقنا على سيد قطب وخلاف بلا الفضل مع صمت ليمة والحوارات من هذا النوع زي ما قلنا مفيدة نحن نسترجع بعض الكتب سيد قطب ونذكر الناس بيها ونعلّع عليها ونشوف إلى أي مدى من التطرف وصلت هذه الكتابات اللي هو في ناس ما زال حتى الآن على طيالها درجة من درجة القداسة وزي ما قلنا سيد قطب بالدرس معالم على الطريق بالدرس داخل تنظمات الإخوان هذا الدين بالدرس وعمرهم ما حد عدى على دعالة قضاء يعني بمنتشفة ممروش عليه كده برورا على دعالة قضاءة إنهم مروا عليه هزا الدين نعلم الطريق مقدم صورة الأنفال مقدم صورة التوبة هو ده اللي بيدرس داخل الإخوان المسلمين اللي على صمت ليمة وهو عارف كلام ده كويس إنه هو بيقول إن الإخوان اللي انتخذوا سيد قطب بدعالة قضاءة فطبعا ده كلام ينقصه بدقة دي نصيحتي لصمت ليمة وإن كنت زي ما قلت بحترم طريقته في عرض أفكاره إن مفاش تعصه مفاش تشنك يعني بشكل أو بآخر مقبول الحوار من هذا النوع بدأ مفوش يعني تجاوز آآ هو ده موضوع حلقة النهاردة لو عجبك الفيديو شيره واشترك في القناة واشترك ولكن الفيديو عشان يصل لعدد أكبر من المهس شكرا جزيلا ونكمل في حلقات لاحقا